وقعت جامعة الظفار يوم الخميس بتاريخ 24 عشرة 2019 مذكرة تفاهم للتعاون العلمي مع شركة الحلول النهائية للتقنية في سلطنة عمان والمتخصصة في الأنظمة المحاسبية والمالية هنا نفسنا ونحن جامعة الظفار بهذه الاتفاقية التعاون ما بيننا وبينهم ونحن كجزء من التزامنا المجتمعي في تطوير إمكانيات وقدرات أبناءنا الطلاب في الجامعات ليكونوا منافسين كفاء في سوق العمل نقدم هذه البرامج التدريبية والتأهيلية للطلاب في جميع أنحاء السلطنة وفي دول متعددة أخرى كدولة مصر وكأندونوسيا، ماليزيا، اليمن، السودان في دول عديدة كجزء من التزامنا المجتمعي نحو أبناءنا الطلاب وقع من طرف جامعة الظفار نائب الرئيس الدكتور سيد جميل ومن طرف الشركة المهندس جهاد المخلفي المدير التنفيذي بحضور وكيل الشركة عبدالله سعيد هبيس ومساعد عميد كلية التجارة الدكتور معاوي العاني ورئيس قسم المحاسبة بالجامعة الدكتور زروق عثمان وعدد من الدكاترة تم اليوم بحمد الله وتوفيقه بمباني كلية التجارة والعلوم الإدارية توقيع مذكر التفاهم بين جامعة الظفار وموصلة في كلية التجارة والعلوم الإدارية وبين شركة Ultimate Solution Company وهذه الاتفاقية بموجبة تمنح شركة Ultimate Solution Company برامج إلكترونية محاسبية لطلاب كلية التجارة وبصفة خاصة طلاب قسمة المحاسبة للتدريب على هذه البرامج وهذا يتيح للطلاب فرصة التدريب العملي وربط الجانب النظري بالجامعة التطبيقية وهذا الأمر يفيد الطلاب في مستقبل حياتهم المهنية حيث تعدى البرامج المحاسبية الإلكترونية والتطبيقات المحاسبية من الأمور الهامة التي يمكن أن تساعد الطلاب في حياتهم المهنية تهدف هذه المذكرة إلى تدريب طلاب الجامعة على الأنظمة المحاسبية والمالية بهدف تطويرهم في الجانب التطبيقي ليمكن الطالب عند تخرجه القدرة على العمل والأنظمة مبارك الجامعة الضفار على هذه الاتفاقية هذا دليل على اهتمام جامعة الضفار بالطلاب طلاب مهمين جدا جدا أن يعملوا التطبيق ما بين المحاسبة النظرية أي بمعنى أن الجانب النظري لا بد منه من تطبيق الجامعة ولد هذا الاهتمام نحن كشركة هذه المسؤولين الاجتماعية علما بيننا الطالب إن شاء الله عند عمله على هذه الانظمة سوف إن شاء الله قادر على أنه هو أيضا يعمل عليها في المستقبل لما يلتحق بالسوق العملي أو لما يلتحق بالوظيفة علما بيننا هذه الانظمة موجودة في العديد من دول الأسجوية والدول العربية كجمهورية مصر العربية وإيضا في الجمهورية اليمنية في ماليزيا وفي أيضا اندونوسيا بالتأكيد في الأون الأخير الجامعة تولد الاهتمام التطبيقي لا بد منه بحيث إنه حريص على الطلاب أن يمارسوا العمل كتطبيق ونتمنى للطلب أيضا أن يولوا اهتمامهم نتمنى أيضا أن الجامعة أن تستمر في هذا البرنامج ونعمل لهم التوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر